بلاد تهم بميلادها بلاد تموت وتمشي ذبيحة بلادان داخلة هذه جنين وهذه عجوز طريحة ورغم صرير السكاكين فيه يغني يغني وينسى النصيحة تحضر اليمن كأرض وإنسان في مخيال البردوني تحضر الجروح المفتوحة وعذابات اليمنيين التاريخية في أعماق الأديب العبقري الذي تفنن في تخليد المأساة اليمنية وتخليد الوجع اليمني على هيئة ذاكرة جمالية في جدول أعمال التاريخ تتجدد ذكرى رحيله في كل عام وهو الذي وضع نصوصا ضوئية وتنبؤات لا تزال حاضرة حتى اللحظة كشفة عن خيوط الظلام التي تحيط بالذات اليمنية والهوية اليمنية وتقلبات الزمن والخيبات الضخمة التي تحيط باليمنيين جراء إرث الاستبداد الانتقالي من مرحلة إلى مرحلة بلادي من يدي طاغ إلى أطغى إلى أجفى ومن سجن إلى سجن ومن منفى إلى منفى ومن مستعمر باد إلى مستعمر أخفى هكذا كان يسرد البردوني مكابدات البلاد التي أنهكها الطغيان والمستعمر العلني والمستعمر الخفي والسجون والمنافي التي عدها الطغاة كعقاب للشعب على الحرية التي يراها المستبد ضمن قائمة الممنوعات على الشعب نسيانها وتجنب النضال في سبيلها انفصار أكثر من أيام الاتحاد عبدالله البردوني الأديب الفنان باب مدينة الحضارة للكيان اليمني وذاكرته الشعبية وهو القادم من عمق الريف اليمني في الحدى والمدرسة الشمسية بمدينة ذمار التي وضع خطواته الأولى فيها كواحد من أهم عبقرة اليمن ومبدعيها في التاريخ اليمني المعاصر في مضمون إبداعات البردوني الأدبية يحضر التكثيف الصورة بالصورة والكلمة بالكلمة والنبرة بالنبرة سمة التجديد الفني الذي تخلل أدب البردوني غزير الخيال بديع الصورة ومضمونا بالغ الجودة الفنية والتأثير وتحضر الرمزية بشكل بالغ الجمال والتأثير كما في قصيدة يا مصطفى بحسب متابعين كانت حياة عبدالله البردوني تجسيدا مكثفا لما يمكن أن يفعله الإنسان وقد سكنت فيه روح اليمن الكبرى الروح التي استوت في نبضه يمنا كاملا ووصلت في القرن العشرين إلى ذروة الدهشة الفنية والجمالية وهو الذي لفظ أنفاسه في التاسع والعشرين من شهر أغسطس عام 1999 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر